السؤال 121 AAA stands for Authentication, Authorization and Accounting أي اختصار AAA ثلاث مرات هو لـ Authentication التحقق من الهوية Authorization أي تحديد ما يمكن للمستخدم أن يقوم به بعد نجاحه في الدخول إلى الجهاز وإجراء Access له وأكاونتنج أي تسجيل كل ما يقوم به المستخدم من أحداث ومن أوامر بعد دخوله إلى الجهاز هل AAA هو اختصار لـ Authentication, Authorization, Accounting هل هذا False أم True؟ طبعا هو True فالخيار الصحيح هو B السؤال 122 What will happen if you configure the Logging Trap Debug Command on a router؟ أي ماذا سوف يحصل عندما نعطي هذا الأمر Logging Trap Debug Command في جهاز الراوتر؟ يخبرنا موقع سيسكو أن إعطاء هذا الأمر Logging Trap Debug Command سوف يؤدي إلى إجبار جهاز الراوتر على إرسال كل الرسائل إلى جهاز الـ Syslog Server لنستعرض الخيارات المتاحة الخيار الأول It causes the router to send messages with lower severity levels to the Syslog Server أي أنه لن يتم إرسال الرسائل الـ Debug وإنما فقط سوف يتم إرسال الرسائل التي لها severity أو خطورة أقل من الـ Debug طبعا هذا الخيار خاطئ الخيار الثاني الخيار الثاني It causes the router to send all messages with the severity levels warning error critical and emergency to the Syslog Server أي سوف يتم إرسال كل الرسائل التي لها المستوى warning error critical emergency إلى جهاز الـ Syslog Server وماذا عن رسائل الـ Debug لن يتم إرسالها هذا الخيار الخاطئ الخيار الثالث المناسب للشرح الموجود في موقع الشركة Cisco It causes the router to send all messages to the Syslog Server هذا الخيار الصحيح الخيار الأخير It causes the router to stop sending all messages to the Syslog Server أي سوف يتم إرسال كل الرسائل إلى جهاز الـ Syslog Server هذا الجواب خاطئ فإذا الجواب الصحيح هو C السؤال 123 Which Cisco IOS command will indicate that interface Gigabit Ethernet 0.0 is configured via DHCP أي أنه إن تم إعطاء الأمر interface Gigabit Ethernet 0.0 ثم دخلنا إلى مستوى الـ Interface وكتبنا الأمر IP Address DHCP كيف يمكن لنا فيما بعد التعرف في أن هذا المنفذ قد حصل على عنوان IP باستخدام DHCP إن حصل هذا المنفذ على IP باستخدام DHCP وكتبنا الأمر شو IP Interface Gigabit Ethernet 0.0 فإننا هنا نشاهد عنوان الـ IP الذي حصل عليه بشكل تلقائي إن حصل عليه وأيضا هنا نلاحظ السطر التالي Address Determined by DHCP أي تم الحصول على عنوان الـ IP من DHCP Server فإذا لنستعرض الخيارات المتاحة هل الأمر شو IP Interface جيجابيت Ethernet 0.0 DHCP كلا هذا الأمر خاطئ هل الأمر شو إنترفيس جيجابيت Ethernet 0.0 هذا الأمر لا يعطيني معلومات عن عنوان الـ IP وإنما عن معلومات عن المنفذ عند الطبقة الثانية وليس الثالثة شو IP Interface DHCP أيضا هذا الأمر غير صحيح شو IP Interface Gigabit Ethernet 0.0 نعم هذا الأمر الصحيح شو IP Interface Gigabit Ethernet 0.0 بريف هذا الأمر خاطئ أو غير موجود فإذا الخيار الصحيح هو الخيار D السؤال 124 Which statement about the nature of NAT overload is true أي ما هي العبارة الصحيحة التي يمكن استخدامها لوصف نوع الـ NAT من نوع overload أو استخدام ميزة الـ overload مع الـ NAT طبعا نستخدمها من أجل تمكين مجموعة من عنوان الـ IP الداخلية من استخدام نفس عنوان أو استخدام عنوان IP واحد عند جهاز الـ router عند إجراء عمليات الـ translation أو الـ NAT أو ما يسمى بـ port address translation هل هذه العبارة الصحيحة applies a one-to-many relationship to internal IP addresses أي العلاقة تكون بين العناوين الداخلية وعنوان الـ IP الموجود عند جهاز الـ router على شكل one-to-many أي عنوان واحد عند جهاز الـ router و عدة عناوين IP في الشبكة الداخلية نعم هذا الجواب صحيح applies a one-to-one relationship to internal IP addresses أي يكون لدينا علاقة واحدة فقط عنوان IP واحد في جهاز الـ router و عنوان IP واحد في الشبكة الداخلية طبعا هذا الكلام غير صحيح لا ينطبق على الـ overload ممكن أن ينطبق على ال static NAT applies a many-to-many relationship to internal IP addresses أي يتم استخدام مجموعة من عناوين الـ IP في جهاز الـ router و مجموعة من عناوين الـ IP في الشبكة الداخلية هذا الأمر أيضا ينطبق على الـ dynamic NAT وليس على الـ overload أو الـ NAT overload can be configured only on gigabit interface أي يمكن ضبط الـ NAT overload فقط في منافذ من نوع gigabit ethernet هذا الكلام خاطئ فإذن الجواب الصحيح هو الجواب A فقط السؤال 125 which command is used to configure an IPv6 static default route هل هذا الأمر هو الذي يستخدم لضبط الـ IPv6 static default route وهو IPv6 route double colon slash zero interface next hub أي نكتب IPv6 route ثم double colon slash zero ثم نحدد بعد ذلك عنوان الـ IP للجهاز المقابل نعم هذا هو الأمر الصحيح هل الأمر IP route default interface next hub لا داعي لاستخدام الـ default وإنما فقط نكتب double colon slash zero هل الأمر IP route ثم عنوان IP من نوع V4 interface next hub هذا الأمر خاطئ هل الأمر IP route ثم عنوان IP من نوع V4 interface next hub أيضا هذا الأمر هنا IPv6 وهنا IPv4 في كل الحالتين الجواب خاطئ لماذا؟ لأنه تم استخدام هنا عنوان IP من نوع V4 يمثل كل الشبكات ويجب أن نستخدم double colon وهنا أيضا نفس الشيء ولكن هنا أيضا خطأ آخر تم استخدام فقط كلمة IP وليس IPv6 فإذا الجواب الصحيح هو A السؤال 126 ما هي العبارة الصحيحة التي يمكن أن نستخدمها لوصف المسارات من نوع Static و Dynamic في جهاز العبارة الأولى Dynamic routes are manually configured by a network administrator أي أن المسارات التلقائية يتم ضبطها بشكل يدوي من قبل مهندس الشبكة أو مدير الشبكة وهذا الكلام خاطئ While static routes are automatically learned and adjusted by a routing protocol بينما المسارات اليدوية يتم تعلمها بشكل تلقائي باستخدام بروتوكولات التوجيه طبعا هذا الكلام خاطئ العبارة الثانية Static routes are manually configured by a network administrator نعم هذا الكلام صحيح يتم ضبط المسارات اليدوية بشكل يدوي من قبل مهندس الشبكة While dynamic routes are automatically learned and adjusted by a routing protocol بينما المسارات التلقائية يتم تعلمها بشكل تلقائي من قبل بروتوكول التوجيه نعم هذا الخيار هو الصحيح Static routes tell the router how to forward back it to networks that are not directly connected أي أن المسارات اليدوية تخبر جهاز الراوتر بطريق التمرير البيانات إلى الشبكات التي أو غير المتصلة بجهاز الراوتر مباشرة نعم هذا الكلام صحيح إلى هنا ولكن لنكمل العبارة While dynamic routes tell the router how to forward back it to networks that are directly connected بينما المسارات التلقائية تخبر جهاز الراوتر بطريق التمرير البيانات إلى الشبكات المتصلة به مباشرة طبعا المتصلة به خاطئة كلاهما يخبران جهاز الراوتر بتمرير البيانات إلى الشبكات غير المتصلة به العبارة الأخيرة dynamic routes tell the router how to forward back it to networks that are not directly connected While static routes tell the router how to forward back it to networks that are directly connected أيضا هذا الكلام معاكس لهذا الكلام ولكن هنا فقط تم استبدال الستاتيك بديناميك كلا العبارتين خاطئة لأن الفائدة من الستاتيك راوتس والديناميك راوتس هي أخبار جهاز الراوتر بطريق التمرير البيانات إلى الشبكات غير المتصلة به فكلمة directly هنا غير صحيحة يجب أن نكتب أو أن يكون لدينا not directly في كلا العبارتين في كلا القسمين فإذا الجواب الصحيح هو الجواب B السؤال 127 ما هي الغاية من استخدام هذا الأمر في جهاز الراوتر؟ لنأخذ نظرة سريعة على الخرج أو الأوتبوت لهذا الأمر الذي قمت بكتابته في أحد أجهزة الراوتر بعد تفعيل الOSPF نلاحظ هنا أنه يعطيني المنفذ الذي يشترك في الOSPF أو الذي تم فيه تفعيل الOSPF ومن ثم الID الخاص بالراوتر الpriority ثم أزمنة الهيلو والديد والويت وبعد ذلك عدد الأجهزة المجاورة له التي تم التعرف عليها من خلال الOSPF فإذا هل هذا الأمر يقوم بما يلي displaying OSPF related interface information أي يعطينا معلومات عن الOSPF الخاص بالمنفذ نعم هذا الكلام صحيح displaying general information about OSPF routing processes أي يعطينا معلومات عامة عن العمليات الخاصة بالOSPF هذا الكلام خاطئ لا يعطينا معلومات عامة عن العمليات أو الprocesses للOSPF وإنما فقط يعطينا معلومات خاصة بالإنترفيس أو المنفذ من ناحية الOSPF طبعا displaying OSPF neighbor information on a pair interface basis أي يعطينا معلومات عن الجهاز المجاور من ناحية الOSPF بالنسبة لكل منفذ هذا الكلام خاطئ أيضا displaying OSPF neighbor information on a pair interface type basis أي يعطينا معلومات عن الOSPF الخاص بها الجهاز المجاور ويعطينا معلومات عن اعتمادا لكل منفذ واعتمادا على نوع المنفذ أيضا هذا الكلام خاطئ فإذا الجواب الصحيح هو A السؤال 128 How can the Cisco Discovery Protocol be used أي لماذا يستخدم بروتوكول CDP الخاص بشركة Cisco هل يستخدم من أجل To allow switch to discover the devices that are connected to its ports أي هل يستخدم من أجل هل يساعد أو هو يستخدم لمساعدة جهاز الـ switch في التعرف على الأجهزة المتصلة به نعم هذا الكلام صحيح To determine the hardware platform of the device أي لتحديد نوع الجهاز المتصل به هل هو switch, router, IP phone إلى آخره بشرط أن تكون تابعة أو من إنتاج شركة Cisco لأن هذا البرتوكول خاص بشركة Cisco To determine the IP addresses of connected Cisco devices أي لتحديد عنوين الـ IP للأجهزة المتصلة به مباشرة نعم All of the above أي كل الخيارات السابقة صحيحة نعم كل الخيارات السابقة صحيحة فالخيار الصحيح هو D السؤال 129 How does STP prevent forwarding loops at OSI layer 2 أي كيف يمكن للSTP منع حدوث loop عند الطبقة الثانية هل يستخدم التل أو الـ time to leave التل لا يعتمد على ذلك ولا يفهم على التل التل موجودة في الباكت والباكت عند الطبقة الثالثة هل يعتمد على Mac address forwarding على تمرير عناوين الماك أو عملية تمرير عناوين الماك طبعا هذا الكلام خاطئ هل يعتمد على الكلام خاطئ أيضا لا علاقة بين الـ STP وبين الكلام خاطئ وبين الماك أدرس فورووين هل يقوم بإجراء بورت بلوكينج نعم يقوم بإجراء أغلاق للمنافذ التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث loop فأيضا الجواب الصحيح هو D السؤال 130 Which two statements about Ether Channel technology are true Choose two أي ما هي العبارات الصحيحة التي يمكن أن نستخدمها لوصف تقنية Ether Channel العبارة الأولى تقنية Ether Channel provides increased bandwidth by bundling existing fast Ethernet or gigabit Ethernet interfaces into a single Ether Channel أي أن تقنية Ether Channel تقوم بزيادة الـ bandwidth من خلال تجميع مجموعة من المنافذ fast Ethernet أو gigabit Ethernet في منفذ واحد من نوع Ether Channel نعم هذا الكلام صحيح الخيار الثاني STP does not block Ether Channel links أي أن الـ STP لا يقوم بإغلاق الـ Ether Channel منافذ الـ Ether Channel هذا الكلام خاطئ إن كان المنفذ منفذ الـ Port Channel التابع لتقنية الـ Ether Channel سوف يؤدي إلى حدوث لوب فإن الـ STP سوف يقوم بإجراء بلوك له بغض النظر عن إن كان منفذ حقيقي أو منفذ من نوع Ether Channel You can configure multiple Ether Channel links between two switches using up to a limit of 16 physical port أي يمكن إنشاء Port Channel أو منفذ من نوع Ether Channel بين الجهاز زي switch وهذا المنفذ يمكن أن يضم 16 منفذ حقيقي أو physical هذا الكلام خاطئ يمكن لنا فقط الحد الأعلى هو ثماني منافذ الخيار الرابع Ether Channel doesn't allow load sharing of traffic among the physical links within the Ether Channel أي لا يمكن لتقنية Ether Channel أن تسمح لنا به أو لا تسمح لنا به إجراء load sharing للبيانات هذا الكلام خاطئ هذا الكلام خاطئ Ether Channel تسمح بإنشاء load sharing ولها خوارزميات كثيرة أو طرق كثيرة لذلك اعتمادا على الماك اعتمادا على السورس اعتمادا على الماك للسورس فهناك طرق كثيرة فهذه العبارة خاطئة أي أن المنفذ من النوع الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية Ether Channel والذي يضم عدة منافذ حقيقية من نوع physical يؤمن لنا redundancy أو طرق احتياطيا نعم إن تم انقطاع أو تحول أحد المنافذ من نوع physical إلى DAO فإنه لن يؤثر على عملية الإرسال وسوف تسلك البيانات الطرق الأخرى المتاحة ضمن Ether Channel فإذا الخيار الأخير أيضا صحيح فالخيارين الصحيحين هما A و E ترجمة نانسي قنقر